قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية إنه تم تدمير أربعة مواقع دفاع جوي روسية وثلاث مناطق للقوى العاملة والأسلحة والمعدات هذا بالإضافة إلى ثلاثة مواقع قيادة للجيش الخامس وثلاثين روسي في الجنوب أضف المتحدث أن القوات الروسية استهدفت بغارات جوية مواقع المدافعين الأوكرانيين في منطقة دابداف بريد بالجنوب بطائرة مروحية وطائرة هجومية يتي هذا بينما علنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت في غضون شهر من استعادة أكثر من سرتمائة منطقة من القوات الروسية من بينها 75 في منطقة خرصون